يا أهلا ومرحبا متابعين ومتابعات قناة ثامر آي قبل ما نبدأ المقطع لا تنسوا الاشتراك في القناة واللي ودي يدخل السحب على الجوال الخامس يسجل في السناب شات اللي بحط لكم الحين ضيفوني في السناب شات ورسولي لسالة خاصة مكتوب فيها تهم والسحب بيكون في واحد واحد 2020 اليوم تغطيتنا عن سيارة كيا سول 2020 هذا الجيل الثالث من سيارة كيا سول الشكل هذا مرغوب في جنوب شرق هاسيا لأن سيارة صغيرة وممكنتها صغيرة لكن حجمها كبيرة من الداخل السيارة هذه مصرفيتها 14.6 تعتبر اقتصادية ممكنتها 1.6 4 سلندر تولد 123 عصان يعني تعتبر من السيارات الاقتصادية وهذا شكلها من داخل بالنسبة لمواصفات السيارة من الداخل سيارة مواصفاتها بسيطة لكن سيارة عملية يعني سيارة دوام سيارة مشاوير خاصة القزاز كلها أوتو كهربائي المرايات الجانبية كهربائية فيها قفل كهربائي فيها لمسات حلوة في الديكور هنا تحكم بالأنوار وهذا اللي يشغل ويطف في الأنوار طبلون حقها طبلون يعني عادي تحكم بالبلوتوث ومسجل ما فيها مثبت سرعة الفئة هذه وتشغيلها عادي وهنا تحكم بالمساحات أما بالنسبة لمواصفات المسجل مواصفات عادية ما في شاشة ما في نافيكيشن تحكم عادي بالمسجل هنا تحكم بالمكيف وتحت عندنا يو اس بي وثنين 12 فولت هذا القير حقها تماتيك فيه تيب ترونيك وهذا هنا درايف موت اللي هو الايكو والكمفورت والهاند بريك حقها مانيول عادي فيها ثنين كوب هولدر شكل السيارة بشكل عام حلو وهذا شكلها من الخلف يعني واضح إن الشنطة كبيرة بالنسبة لحجم المراتب من الخلف تعتبر سيارة حجمها حلو سيارة ميب كبيرة مرة لكنها عريضة فبيجدون ثلاثة في الخلف بالراحة السيارة هذه ما فيها تكيف خلفي وهذا شكلها من الخلف سعر السيارة هذه 73 ألف شام لقيمة الضريب المضافة في النهاية يتمنى يكون مقطع عجبكم اللي عندها اياسئلة ممكن يرسلني في الكومنتات تحت شكرا على المشاهدة